يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل كل من أنغولا وزامبيا وموزنبيقا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفريق وكذا مواصلت تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات وأضف متحدث الرئاسة أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي سيشارك خلال زيارته إلى العاصمة زامبيا لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي قوميسا والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا